أهلا بكم الرغبة في الأمومة الرغبة في الأبوة شيء يشترك فيه البشرية كلها أغنية وفقرة برضو لازم عندهم ولد النجوم مش نجوم المسألة ما تفرقش كبار صغيرين كله يتمنى أن يكون أم أو أب في العالم في نجمات كمان رزقنا بحلم الأمومة في سن متأخر جدا يعني جينيفر لوبيز حصلت على طفل في سن متأخرة للغاية في سن تقريبا يقترب من 40 سنة يقترب من 40 سنة ولجأت للحقن المجهري كحل عشان تحصل على أطفال سين ديون نفس الكلام بعد ست محاولات حقن مجهري وخاطت كتير جدا من التجارب المعملية الخاصة بالحامل في عمر 33 حصلت على أطفال وفي عمر 42 حصلت أيضا على طفل كمان هالي باري هالي باري دي قصة كبيرة جدا ده هي بدأت تبع حامل في سن 41 سنة وكمان رزقت بطفل تاني في سن 47 سنة وقالت أنه كانت على وشق انقطاع الدورة الشهرية لكن زي ما بتقول دايما أنه الحظ أعطاها طفل آخر سلمة حيك كمان عملت نفس القصة لكن القصة بقى الأكثر إصارة هي كيلي بريستون كيلي بريستون هي زوجة جون ترافولتا حاملت في سن 47 سنة وابنها التاني ده كان اسمه بن يمين وده كان تعويض من ربنا سبحانه وتعالى بعد المأساة الكبيرة اللي حصلت في عائلة ترافولتا لما فقدوا ابنهم جت في سن 16 سنة في حادث بيتي مأساوي كان الطفل ده فقد حياته داخل البيت في حادث مأساوي غريب للغاية إذن الأمومة للكل مفلوك حامل المجهاري أعطى هؤلاء أمل والغيره أعطى للعالم كله أمل كبير جدا في الإنجاب النهاردة حوار مسير للغاية هنتكلم فيه فيه جزء من الحامل المجهاري الحامل المجهاري وهو نقل الأجنة بقى الحامل المجهاري أجزاء يعني ما بنجناش نتكلم عنه لوحده لا ده بقى أجزاء بقى النهاردة حاجة جديدة اسمها هنقل الأجنة هنتكلم يعني حاجة جوه الحامل المجهاري زي ما تقول كده بروسس معينة هنتكلم عليها بالتفصيل النهاردة حوار مسير للغاية علم للغاية ومتنوع وممتع كالعادة مع ضيف العزيزة القيمة العلمية الكبيرة والإسم اللامع في عالم النساء والتوليد الذي يمتعني بحواره دائما لأستاذ دكتور عادل أبو الحسن لا يمكن بأي حاجة من الأحوال أن يكون الحامل المجهي يعتمر على شخص واحد هل تشوهات الحياة المنوية تلعب ضوء كبير جدا في فشل الحق المجالي؟ بالذات لما تكون تشوهات في رأس الحياة المنوية تشوهات راحم ومنها الست موجودة بيها ومنها نتيجة لتدخلات خاطئة هل الأوراق المنوية لهذه الدرجة تؤثر على الحق المجالي؟ جميع الأوراق المنوية يمكن استقصالها الأستاذ الدكتور عادل أبو الحسن استشاري أمراض النساء والتوليد وعلاج العقم عند الزوجين استشاري الحقن المجهري وأطفال الأنابيب زميل جماعة كيل للمناظر والجراحات المايكروسكوبية بألمانيا وعضو الجماعية الأمريكية للخصوبة والعقم ضيف العزيزة الخيمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور عادل أبو الحسن أهلا بيك دكتور عادل أنا محركة أي منور الدكتور عايز أبدأ بأننا اليوم نتكلم في بروساس معينة في عملية معينة في جزء معين من الحق المجالي وهو نقل الأجنة لشان نقرب لناس با هو نقل الأجنة بسم الله الرحمن الرحيم أولا نقل الأجنة هو أهم خطوة من خطوات الحقن المجهري هو آخر خطوة وأهم خطوة وأبسط خطوة والخطوة التي تحتاج إلى الأكثر خبرة من الأطباء في إجراءها يعني هي عايزة خبرة دقيقة جدا وعالية جدا لإجراء أبسط خطوة وآخر خطوة من خطوات الحقن المجهري لأنها فعلا أهم خطوة من خطوات الحقن المجهري حقن المجهري بيمرج بمراحل عدة الأول اللي هو مرحلة التحضير ثم مرحلة اختيار البرتوكول ثم مرحلة التنشيط ثم مرحلة المعمل الأجنة آخر خطوة هي المرحلة نقل الأجنة أو رجع الأجنة إلى داخل الرحم هي خطوة مهمة جدا أهم خطوة زي ما قلنا حضرتك قبل كده وبتحتاج إلى عوامل كتير جدا لإنجاحها لأن دي بيعتمد عليها أن بعد أسبوعين رطع تحليل الحمل موجب أو سالب هي لها مواصفات ولها عوامل ولها تايمينج معين ووقت معين ولها خطوات معينة ولها أساطر معينة ولها يعني بريكورشنز أو احتياطات معينة لإجراءها هي لها حلقة بحلقة هي لها حلقة بحلقة هل نتكلم طول الحلقة عن هذا الأمر يعني ممكن لما نخلصه نأخذ حاجات تانية بس يعني ده مرضوها كبير طب نقل الأجنة له أنواع نقل الأجنة عملية نقل الأجنة نفسها لها أنواع أنواع إجراء نقل الأجنة يقيم عن طريق عنق الرحم يقيم عن طريق جدار الرحم يقيم عن طريق قنوات فلوب نفسها يقيم تجميد الأجنة وإرجعها بعد كده ما فيش نقل الأجنة فدي أنواع نقل الأجنة نقل الأجنة له تايمينج معين يتعامل في اليوم الثاني أو في اليوم الثالث أو في اليوم الخامس كل ما تأخرنا من الثاني للثالث يبقى أحسن كل ما تأخرنا من الثالث للخامس هيبقى أحسن نقل الأجنة بيتعامل بالسنار سنار الأبعاد أو الأحدث والطرق الحديثة فيه زي ما احنا صرفين في الفيديو اللي هو بالسنار سلاس الأبعاد سنار سلاس الأبعاد بيديني فرصة أنه حدد المكان بالزبط اللي بنقل فيه الأجنة وهو تقاطع الخطين اللي جايين من كل قناة فالوب عمودي على تجويف الرحم يبقى دون نقطة المهمة اللي هي تحت سقف الرحم بسنتي أو سنتي ونص ده اللي بيتمي فيه زرع الأجنة وده بيتحل لنا السنار سلاس الأبعاد وده متوفر دلوقتي أماكن كتير جدا فده نقل الأجنة بالسنار سلاس الأبعاد وممكن بالسنار سلاس الأبعاد لو أجهزة منتقدمة وممكن كان زمان كنا بنقيله بالكلين كالتاش بالخبرة بخبرة من قيس تجويف الرحم طوله قد إيه ونقدر نصبط تعديل أسطرة ونرجع الأجنة بس الأحدث دلوقتي في عمليات نقل الأجنة إنه هو منرجع في اليوم الخامس وبالسنار سلاس الأبعاد ده أحدث ما احنا شايفين في الفيديو ويوضح بالزبط ونحط الأجنة تحت سقف الرحم تحت الفندس بسنتر نص وما نوصلش بالأسطرة لسقف الرحم عشان ما تعملش كونتراكشن أو انقباض في يطلط الأجنة ولو ده حصل بيبقى عيب كبير لأن في 15% من الأجنة دي لو تلمس سقف الرحم بتقل مرجودة في عنق الرحم وبالتالي محصلش حمل أو في المنزر اللي ما حطوط أو في المهبل عزيم إيه المكان الأفضل لزراعة الأجنة وليه المكان ده بنقول عليه الأفضل هو اللي واحنا بنقول عليه المكسيمم إمبلانتيشن بوتينشيال ده ده اللي هو الجدار الخلفي للرحم سنتر نص أو سنتي أو بعض الكتب أو الليتريتشن بقوله من هو 2 سنتي من سقف الرحم ده أحسن مكان ده اللي بيحصل فيه الإمبلانتيشن أو غيز الجنين فيه بتجويف الرحم في السيولوجيكال يعني لما تيجي الحمل الطبيعي الحمل الطبيعي يحصل والحالة المالية الخاصة بالبوائدر في قناة فلوب وبعد خمس أيام توصل الرحم توصل في هذه النقطة ده الشيء الطبيعي في السيولوجيكال بيحصل هنا في سقف نص أو نص أو 2 سنتي من سقف الرحم في الجدار الخلفي للرحم أنا عايزة أتكلم على المشاكل اللي ممكن تواجه المريضة أثناء نقل الأجنة لأنه يبدو الأمر سهل لكن حداك قلت لنا أنه مش سهل ده أحتاج خبرة كبيرة لا هو مش سهل خالص هو لازم له تحضير يعني مهم جدا التحضير قبل حق المجال أو قبل نقل الأجنة التحضير إن أنا لازم أكون أعارف من قبل مادة خالص بعمل حاجة اسمها أو موك إن أنا أبعد بأخذ خريط التجويف الرحم الأول عن طريق أسطر معينة بقدر عرف الرحم ده طوله قد إيه طول عنق الرحم قد إيه اتجاه الرحم هل هو يمين هل هو شمال هل هو acute angle يعني جاي لقدام أو جاي لوراء RVF أو AVF أو acute AVF كل دي يعني حاجات طبية بس بتعرفني جدا أنا أحط الأجنة فيه والطريق إزاي ده حاجة مهمة ده بتحضير ده مهمة جدا كمان التحضير هيفيدني في أن أنا أقدر أشخص لو فيه لحميات جوا رحم أو حاجز رحمي أو التساقات جوا رحم بيقول لها بتفادها قبل منق الأجنة لأنه لو أجهتها وانا بنق لازم هلغي واجمد الأجنة وارجع في دورة تانية بعد ما اتعامل مع هزي المشاكل يعني يعني لو لقيته غرم ليه في مسيح آه طبعا لازم بشخصه بعمله عملية بالمنزار الرحمي وبشيله قبل ما أرجع بجمد بقى الأجنة خلاص باستران مفروض ده ما تعديش عليها كطبيب ما ينفعش ما عادش مقبول دلوقت يعني فالمشاكل المهمة أن أولا ممكن تلاقي جدا عنوك الرحم دايق جدا بين هول قص ما تعبش تخش بأسترة هنا لازم تعمل عملية توسيع عشان تدخل الأسترة ودخل أجنة ممكن تلاقي أكيوت أنجل في الرحم رحم متني على نفسه كده لقدام أو العكس الورا فده برضو من حاجات صعبة جدا تعمل معاه ممكن تلاقي لحمية جوة تجويف الرحم زي ما احنا شايفين في الفيديو هنا تلاقي وارم ليفي جوة تجويف الرحم ببقى سهلة أول أنك تشيله في خمس دقايق أو عشرة دقايق بزي ما احنا شايفين في الفيديو وارم ليفي بيتشار ما بيخدش قبع ساعة جوة تجويف الرحم بس طعم أصغير جدا المشاكل فاجأ مثلا مثلا أن بطانة الرحم نفسها مش كويسة بطانة الرحم بتبقى رفيع جدا طبعا أنت بفروض تكون ملاحظ ده في أثناء التنشيط ومتوقعه ولو جه في يوم الترانسفير أو نقل الأجنة أو نقيته كده بنلغي الإرجاع ونجمد ونشوف إيه سبب أن بطانة الرحم ضعيفة مثلا مش وصل للحجم المطلوب الوقت بقى فيه البي أربي بيساعد جدا في هذه الحالات اللي يالبليتش بلازمة البلازمة الغنيرة بالصفايا الحديموية بقى تحل مشاكل كتير في هذا الموضوع وكذلك في الالتصاقات الأشرمان سندروم والتلاييفات الشديدة والتلاييفات الشديدة للجورة تجويفة الرحم من ضمن المشاكل برضو أن أنت ممكن وأنت بترجع الأجنة تلاقي الرحم مرفوع من الالتصاقات قبل كده ساعات لا واحدة عمنا قيسرية واتنين وثلاثة في أماكن مجهولة تيجي تتوصل لعنق الرحم ما أنت شايفه في السماء في السقف فوق فبيحتاج تعاملات خاصة جدا بآلات معينة تقدر توصل لعنق الرحم وتقدر ترجع الأجنة بس طبعا عايزة أساطر معينة وعايزة خبرة معينة في التعامل معها نتيجة التساقات التساقات القيسرية عبية أو أي عمليات أخرى ورام ليف فتح بطنة أو جد من ضمن المشاكل المهمة جدا أنك ترى مثلا قنوات فالوب فيها اتشاح أو تمدد أو انتفاخ المفروض ما تعدش تعدي بقى خلاص اللي لازم يتم التعامل معها قبل زراعة الأجنة أو قبل نقل الأجنة جوها راح حتى لو أنت جاملت وما رجعتش أن علينا هيحتامل جدا من أنت تعمل الصحة يعني عايزة أعفو قدام نقطتين نقل الأجنة فيه اختلاف بين التكاتر أو بعضهم هل اليوم الثالث ولا اليوم الخامس مش اختلاف مش عارف إذا كان اختلاف ولا جدال ولا هل ده situation الحاجة التانية كمان عايزة تتكلمني على الأسطر الزكية إيه دور الأسطر الزكية في إرجاع الأجنة الحاجتين دول الأساطر يعني أسطرة طرية أو أسطرة صلبة كل ما كانت الأسطرة طرية كل ما كانت نسب نجاح الحمل أعلى ليه؟ مش هتعمل ترومة في الجوة التجوية في الرحم مش هتعمل خدش مش هتعمل كونتراكشن في الرحم فبقى إذا كل ما كانت طرية والفياع يتبقى أحسن الأسطرة الزكية هي الأسطرة طرية وفيها إيكوجينيك تب عشان كان سلموه زكية إيكوجينيك يعني فيها علامة ماركر في التب بتاعتها يبقى الدكتور شايفة قبل ما توصل لسقف الرحم عشان ما تخبطش وتعمل انقباط فبيقف عندي حتة معاينة إن شايفة مضيقة قدامه في الصناعة فدي الأسطرة الزكية طبعا هي غالية شوية بس المجالة كله عبارة مكلف مش هتيجع على الأسطرة يعني فكل ما تستعمل الأسطرة دي كل ما تبقى شايف أحسن شايف بتحط الأجنة فين بالزبط كمان بتديك فرصة إن انت لا يمكن تلمي السقف الرحم لأهم حاجة في الموضوع فدي اسمها الأسطرة الزكية دي بترفع جدا نسى بالنجاح دي الزكية طب التالت والخمس التالت والخمس ده ده بيت بس طبعا الخامس ده نشرح للناس نشرح للناس الأجنة بتتنقل في اليوم التاني أو انقسام التام التخصيب والانقسام بيتم في اليوم التاني واليوم التالت واليوم الخامس كل ما الجنين قاعد من التاني الخامس بنرضبن إن الجنين ده لو سبت في الرحم هيكمل معنا كويس فده الفيسيريوجي ده اللي بيحصل في الحامل الطبيعي زي ما احنا شايفين في الفيديو هنا إزاي طريقة إرجاع الأجنة واضحة جدا أسطرة محطوطة أسطرة دخلة وبحط الأجنة في المكان المزبوط بالزبط اللي هو عند اللي هو بالسنارة السلاسة اللي بقاعد بنقدر نحدده ونعرف مكانه بالزبط نحط فيه الأجنة وعلى فكرة بنوريه للست اللي هو صحية معنا مش واخدة منج في بقى شايفة الأجنة بتاعتها بتنزل جوه راح هروح بقى لقضية مهمة جدا إنه قد تحتاجة الست إيلا اللي احنا نعملها تجميد التجميد الأجن عايزة أفو الدول إمتى نحتاج إلى التجميد هل الأفضل دلوقت ده فيه ناس فيه سيناتر ما بتعملش أبدا بالزبط في حالة طازجة زي ما انتم بتسمو اللي هي الفريش سايكل لا ده بيجمد وانقل أفراكل تانية الأفضل في رايك هو الأفضل إن أنا في حالات مش روتين يعني في حالات معينة يفضل فيها إن أنا أجمد كل الأجنة زي الناس اللي عندهم تكاوس مبايد هنطلعوا بوادات كتير جدا هيجولهم فرطة تنشيط المبادة هتبقى كبيرة جدا هتضرط على راحم هتعمل انقباضات هيقلل فرصة الحمل كل ما الاستروجيني بيبقى توكسيك يعني بيبقى مش كويس لراحم اللي موجود ستكاوس المبايد فالأحسن إن انت تجمد وترجع بعد شهرين يكون الرحم هدي مفيش انقباضات مفيش مبايد كبيرة مفيش يعني مفيش مشاكل فالنسبة للحمد تبقى أعلى فيه سنترز دلوقت على مستوى العالم بترجع كل أجنة مجمدة بترجعش فريش لأنه سابت فعليا إنه ترجيع الأجنة المجمدة بالنظام الجديد اللي هو بيبقى أحسن نتائجه من الترجع الفريش فيه حالات لو أنت فجئت عملت برجسترون نحن بنرجعش إنه بنعمل تحل اسم برجسترون لو علي مثلا في يوم الإرجاع ده معناه إحنا لازم هنجمد الأجنة ونرجعها بعد شهرين ثلاثة لو فجئت برضو إن فيه ورم ليفي أو لحمية يوم الترانسفير أو يوم إرجاع الأجنة هنا برضو هتجمد الأجنة وترجع تاني وفي شهرين ثلاثة مسألة الوقت دي معدش مهمة المهم النتيجة المهم إن العيان حس إنه استفاد المهم إن انت بتديره فرصة حمل أعلى في الأجنة المجمدة مصلحته كده فدي الانديكيشن اللي خلية تجمد كل أجنة إحنا لسه في مصر ماخدناش قرار إن إحنا نجمد كل الحالات ونرجع فريز قول كله يعني ده ما حصلش إحنا كل ما بنقدر إن إحنا نرجع جزء فريش ونجمد جزء تاني بيبقى أحسن العيانة 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 تعالوا نشوف فيه قضية برضو مهمة أو الخلل المناعي أو الحالات المناعية دي من الحاجات اللي بتحصل في بعض الستات نجوف هاني عايز يسأل عن الخلل المناعي إزاي؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 我觉得 ترجمة نانسي قنقر سواء كان هو اول مرة او فشل متكرر قبل كده. ليه برضو؟ لان هون تلك كده كده بتعمل فحوصات. مش هيخصها ليك حاجة ان تتعمل اجسام مضادة. سواء كان يعني مطلوبة او مش مطلوبة. انك هتتساءل عليها بعديل لو ما حصلش حمل فتقولك ليه ما عملتلش تحليلات المناعية. ناتشار كلا سيلز واجسام مضادة يعني انت سبير من انت بودز وحاجات كتير. فهي من ضمن الانفستيكيشنز نحن بنعملها والسرون بوفيليا وحاجات كتير يعني. لازم نعمل تحليل المناع لانه كمان احنا وعلى فكر احنا لما بنعمل حال مجالي لأول مرة بندي أدوية للأسباب المناعية حتى لو كانت تحسبا لتكون موجودة. انواع معينة من الكوروتيوزونز حقا معينة بقى تظهر دلوقتي هيلة جدا ونتاج هيلة جدا بالذات في الفشل المتكارل حق المجالي. بتجيب نتاج هيلة في الحياة اللي زي دي. فده مهم جدا جدا نردل على السؤال هل احنا ندور على الأسباب المناعية حتى لو كانت حالة أول مرة انا من الناس الموافقة على كده. نورتنا وشرفتنا وساعدنا بهذا اللقاء سعادة أخبيرة والتنوع والطرح العلمي الدقيقية ده اللي عملت نقل الأجنة. نقل الأجنة من ناحية الاسلوب من ناحية استخدام التقنيات من ناحية الفنية من ناحية المشاكل والمحوقات اللي هتوب عند الأم في وجود ورملي فيه أو بطنة مهاجرة أو مشاكل خاصة بالأنابيب أو التساقات داخل الرحم أو لحمية وكيفية التعامل مع هذه المشكلات ثم النقل هل يكون في اليوم الثالث ولا الخامس والأساليب الهم جدا في الاحتفاظ بالأجنة زي التجميد وأيضا التعامل مع الأجنة بحرش شديد من خلال تكنولوجيا وتقدمها زي الحاطنة الزجية. هذا هو المضبوط باختصار. دكتور أيمان الحقن المجاهي بقى لها 40 سنة فيه 8 مليون وحدة ولدت بسبب الحقن المجاهي. منبارح كان عيد ميلاد اللي هو سبراون هي أول وحدة يعني تولدت بالحقن المجاهي. كل سنة وهي طيبة. كل سنة وهي طيبة. كل سنة وهي طيبة. كل سنة وهي طيبة. خليكم مع الدكتور. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.